إذن مشاهدين الكرام هتغادرنا الآن وزيرة التجارة الصناعة ويشرفنا جداً أن نتقي ونكمل مع حضراتكم هذا البث الحي والمباشر مع السيد وزير الطيران المدني سيادة الطيار محمد منار مع الوزير برحب حضرتك من جديد ولا تجارة أو استثمار بدون حركة طيران وبدون ربط المطارات المحلية كانت أو الأفريقية بالمطارات الدولية حضرتك أشرت في الجلسة قبل قليل تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ما بين مصر أو خطوات ملموسة لربط حركة الطيران كيف يؤثر في الاستثمار عموماً في القرى الأفريقية؟ وبالنسبة للتفائيات التي تم توقيعها موقعها من قد السنوات يحن يمكن أكدنا أن نرجو تفعيل هذه التفائيات لجي تسهل الحركة ما بين البلاد الأفريقية وبعضها البعض التفائيات المفروض أنها تسهل العلاقة ما بين البلاد الأفريقية وبعض يمكن أشرنا في الجلسة أن الطيران أو صناعة النقل الجوي هي تكون الأساس أو أهم شيء في عملية النقل ما بين الدول الأفريقية وبعضها البعض الحمد لله أن هناك تناغم تام ما بين الوزارات داخل الحكومة المصرية فبالتالي زي ما أشارت معاني وزيرة التجارة والصناعة أن بالنسبة لعملية التصدير أصبح عملية التصدير النهاردة فيه مساعدة تامة من جانب وزارة التجارة والصناعة للمصدر فده بيسهل عليه عملية ارتياد الشحن الجوي لكافة الدول الأفريقية وكافة الدول العالمية فكرة ربط المطارات الأفريقية بالمطارات الدولية هل هي بالصورة الأمثل أو بالصورة الأفضل ولا لسه مدالة القارة الأفريقية تحتاج إلى التوسع في هذه النقطة تحديداً ومن ثم زيادة الاتطمار والترويج وهو هدف من أهداف المنتدى في هذه الإطلالة لا هي فعلاً محتاجة يعني عمل دقوب عليها محتاجة لوجستيات معينة محتاجة عدد نوع من أنواع الرقمنة للمطارات الأفريقية مع بعضها البعض يمكن إحنا كجمهورية مصر اشتغلنا في الفترة الفاتت على إن كم من البضائع وصلت إلينا من عدة دول أفريقية ثم كانت في سبيلها للخروج إلى دول أسيا ودول أوروبا ودول أمريكا عن طريب قوابط مصر أخير يا نفندم يعني ما نفعش نكون موجودين في شرم الشيخ وما نسألش حضرتك عن استعدادات حضرتكم لاستقبال السياحة الروسية يمكن قبل أيام التقينا حضرتك في مطار الغرداء مكلمة مهمة جامعة رئيس سيسي ورئيس بوتن إيه الأخبار عن عودة سياحة الروسية خلال الفترة القادمة إن شاء الله في الطريق وفي وقته أصار جداً وكان في وفد زي ما قلت الحضرتك كما كنا في الغرداء وفد زار شرم الشيخ والغرداء وضع اللامسات الأخيرة الحمد لله كافة الملاحظات تم تلافيها وتم الرد عليها وإن شاء الله نحن في انتظار يعني في وقت قصير وصول السياحة الروسية للغرداء وشرم الشيخ بيزن نحن نسعى دائماً بالقاء حضرتك شكراً جزيلاً معلنا شكراً إذن مشاهدين الكرام الشكر موصول أيضاً لحضراتكم على طيب المتابعة من مدينة شرم الشيخ حيث المنتدى الأول من نوعه لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية هذا المنتدى الذي يأتي في ظل جائحة ربما يعاني منها العالم أجمع بيضم عدد كبير من الجلسات بنتحدث زميلة فيروز عن أكثر من 34 دولة أفريقية وكذلك أكثر من 50 متحدث من مختلف الدول الأفريقية الذين جاءوا للمشاركة في هذا المنتدى شكراً جزيلاً لحضراتكم على المتابعة والآن عودة مرة أخرى إلى زميلة فيروز بالاستوديو الزميلة إبراهيم عزة أشكر جزيلاً شكراً على كل هذه المعلومات وبالتأكيد شكر موصول لضيفيك الكريمين ترجمة نانسي قنقر